اعلنت فصائل الجنوب السوري فشل مفاوضات السلام مع الجانب الروسي بسبب الخلاف على أليات تسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة وفق ما أوردت على حسابها في تويتر وأوردت غرفة العمليات المركزية في الجنوب التابعة لفصائل المعارضة السورية فشل المفاوضات مع القوات الروسية في بصر الشام بسبب إصرارها على تسليم السلاح الثقيل بعد سلسلة انفجارات عنيفة طالت مستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائها في مناطق ومطارات سورية عدة تصدت فصائل الجيش السوري الحر لهجوم مكثف لقوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية على محور القاعدة الجوية بالقرب من بلدة كحيل بريف درع الشرقي مكتب التوثيق في محافظة درع كشف عن مقتل أكثر من ثلاثمائة شخص على يد النظام وميليشياته جنوبية سوريا ووثق المكتب ارتكاب قوات النظام وروسيا أكثر من ست مجازر بحق المدنيين في عموم محافظة درع منذ بداية الحملة العسكرية في الشهر الماضي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي إن من أولويات الأردن التسوية السياسية في سوريا مؤكدا على أن الحل في سوريا سياسيا فقط كما شدد على أن الحدود الأردنية ستبقى بوابة لإيصال الدعم للسوريين مؤكدا أن القضية الأساس هي تأمين المواطنين السوريين على أراضيهم وعلى ضرورة معالجة الوضع جنوب سوريا بأسرع وقت ممكن قائلا إن الأردن ملتزم بتقديم العون لتفادي وقوع كارثة إنسانية جنوب سوريا من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سريغي لافروف إنه بحث التسوية السورية مع الأردن وفق القرار الأممي مثمنا دور الأردن في الحوار بين الحكومة والمعارضة في الجنوب السوري مضيفا أن على اللاعبين الدوليين مساعدة اللاجئين السوريين دون شروط مسبقة وعلى الصعيد الإنساني أعلنت الحكومة الأردنية فتح ثلاثة معابر على الحدود مع سوريا للإسرع في تمرير المساعدات للنازحين ولم تفصح الحكومة الأردنية عن المعابر التي سيتم فتحها لكنها أشارت إلى أن أكثر من ثلاثين شاحنة مساعدات أردنية عبرت الحدود باتجاه الأراضي السورية محملة بالمساعدات الإنسانية محملة بالمساعدات الإنسانية